تعرفي ان عشرة الاثناشر في المئة من السيدات بتعاني من ازمات نفسية ومشاكل نفسية بعد الولادة هنا يا عيادة الام الطفل ومعكم دكتورة الهام عزدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تكونوا بخير وصحة وسعادة النهاردة هتكلم عن موضوع مختلف شوية موضوع مسكوت عنه موضوع ما فيش وعي كبير عنه بالرغم من اهميته ومن خطورته على السيدات في فترة الحمل وفترة بعد الولادة وفترة الولادة وبعد الولادة في فترة النفاس بالتحديد وهو موضوع للطرابات النفسية ما بعد الولادة او اكتئاب ما بعد الولادة يعني زي ما هو مشهور نوعا ما باكتئاب ما بعد الولادة بس الحقيقة انه هو الاكتئاب ومعاه حاجات تانية مش الاكتئاب بس هو الاطراب الوحيد اللي بيحصل بعد الولادة تمام زي ما قلتلكم ده موضوع مسكوت عنه رغم من خطورته ومن اهميته ناس كتير ما بتحبش تتكلم فيه ناس كتير ما بتحبش تطلب المشهورة او النصيحة فيه النهاردة هنتكلم باستفادة عنه اتمنى الفيديو يفيدكم ان شاء الله وتابعونا للآخر في الاول عايز احكي لكم انا ليه اتكلمت في الموضوع ده او ليه حبيت ان انا اعمل الفيديو ده الحقيقة ان الفيديو ده كان بعد حادث مأساوي مريضة كانت والدة معايا وجات بعد فترة من الولادة تشوف وسيلة وتركب وسيلة وكده وكان معاها والدتها وجوزها الحقيقة ان المريضة كانت شكلها مش طبيعي كانت شكلها بتعمل حاجات مش طبيعية فقلت لهم ونصحتهم انهم يلجأوا لطبيب نفسي ويستشيروه عن حالة المريضة دي وكلمتهم انه ممكن يكون المريضة بتعلمي الاكتئاب ما بعد الولادة ولازم دكتور نفسي يشوفها ويقايم حالتها وممكن تحتاج علاج او كده الحقيقة انه قبلت برفض جديد من الزوج بس الام اللي كانت معاها والدتها قالت لي حاضر يا دكتورة وقالت ان هي هتقدر تضغط عليه وانهم خلاص هيلجأوا للطب النفسي بعد ما يمشوا من عندي بعدها بأيام بسيطة للأسف سمعت ان البنت حاولت تنتحر وانها محجوزة حاليا في مستشفى الامراض النفسية فيعني ربنا يلطف بيها وربنا يلطف بكل واحدة مرت بالتجربة دي النهاردة انا بتكلم علشان ننشر الوعي ضد الوصمة المرض النفسي علشان ننشر الوعي بالتربط ما بعد الولادة او المشاكل النفسية بعد الولادة امتى لازم تلجائل للدكتور امتى بيكون في خطورة امتى مش محتاجة دكتور بس محتاجة دعم من الناس اللي حواليك فيلا نبدأ في الموضوع بتاعنا وتعالوا نشوف الاول ايه هو سبب للتربط النفسية اللي بتحصل بعد الولادة ليه النسبة الكبيرة دي كلها بيحصل لها اتربط نفسية او مشاكل نفسية بعد الولادة الموضوع ليه علاقة اكتر حاجة بالهرمونات اللي بتحصل مع الحمل والولادة والرضاعة في الحمل بيحصل افراز لكمية كبيرة جدا من الهرمونات والمواد المختلفة في الجسم يعني تغيرات مهولة بتحصل على في النحية الجسدية والنفسية بعد الولادة الهرمونات دي بتنزل نازلة فجائية يعني وبيطلع قصادها هرمون الرضاعة بيبدأ يزيد زيادة كبيرة جدا اختلاف الهرمونات والطرابات الهرمونات والهرمونات تعملها تطلع وتنزل وتخبط دي من العوامل الكبيرة جدا اللي بتسبب للطرابات النفسية بتأثر على المخ وبتأثر على الحالة المزاجية بتأثر على النواقل الكيميائية الموجودة في المخ اللي بتسبب السعادة والكآبة والكلام ده فده هو السبب الرئيسي للطرابات النفسية بعد الولادة طبعا بعد الولادة او مرحلة النفاس دي مرحلة انتقالية بيحصل فيها قلبان جامد جدا وبتخلي الستة عرضة للمشاكل كتير منها المشاكل النفسية طيب هل كل الستات عرضة للاضطرابات النفسية ولا في ستات عرضة أكتر من غيرهم أو في ستات عندهم قابلية للاضطرابات النفسية أكتر من غيرهم الحقيقة أنه في بعض الستات عندها قابلية أكتر أو معرضة أكتر للاضطرابات النفسية زي من؟ أول حاجة لو السيدة عندها تاريخ من الأمراض النفسية أو من الاضطرابات النفسية يعني الستة مثلا تبعت مع دكتور نفسي قبل كده تعالجت من الاكتئاب تعالجت من الوسواس القهر من الاضطرابات النفسية عموما لحد من اول الوسواس القهر لحد الاستيزوفرينيا يعني تعالجت من اي حاجة من دول وتابعت مع دكتور نفسي فترة ده بيخليها عرضة اكتر مع التغيرات اللي بتحصل مع الولادة عرضة اكتر للاضطراب النفسي تمام? تاني حاجة تاريخ مراضي في العيلة يعني هي الستة ما تعالجتش قبل كده نفسيا بس اخوها تعالج نفسيا والدها تعالج نفسيا والدتها تعالجت نفسيا فيه تاريخ مرضي أو تاريخ وراسي في العيلة من مرض نفسي من الاكتئاب من الاضطرابات النفسية أو السلوكية أو الكلام ده ده بيخلص ستة عرضة أكتر برضو أن يحصل لها اضطرابات نفسية بعد الولادة نمرة ثلاثة الحمل الصعب مشاكل في الحمل والولادة وأدوية بعض الأدوية كمان اللي بتتاخد في الحمل والولادة أشهرها أدوية الضغط بتاعت الحمل بتأثر على الحالة النفسية وبتسبب اكتئاب مع بعض الولادة الحقيقة ان الحالات اللي انا شفتها فيها اكتئاب عنيف او زهان بعد الولادة دايما كانت مرتبطة باحداث مأساوية اثناء الولادة مرتبطة مثلا بولادة متعسرة ولادة صعبة بوفاة الجنين بحمل صعب جدا بمشاكل اثناء الحم فلو استد مرض بفترة حمل صعبة او فترة ولادة ونفاة صعبة بيخليها عرضة وفريسة للاضطرابات النفسية بعد الولادة نمرة اربعة غياب الأسرة والأهل للأسف يعني ربنا يعين كل واحدة في بعض استايدات بتولد لوحدها في محافظات بعيدة بتولد جوزها بيكون مسافر ميكونش موجود مثلا بيكونوا مسافرين برا مصر بعض استطعت عايشين في أوروبا عايشين في أمريكا عايشين في الخليجة عايشين كذا لسبب او لاخر والدتها مش جنبها اختها مش جنبها جوزها مش جنبها مفيش اصحاب مفيش اهل كذا ستات اللي بتمر بتجربة الولادة وهي الوحدها بتمر بالطرابات شديدة بعد الولادة نمرة خمسة خلل نفسي او اضطراب نفسي في الولادة السابقة يعني لو ستت جات قالت لي والله يا دكتورة ده انا مريت باكتئاب بعد الولادة المرة اللي فاتت او الحمل اللي فات او مع البيبي اللي فات وهي حامل انا بتوقع ان هي بنسبة ما الموضوع ممكن يتكرر وبابدأ اخد احتياطاتي بابدأ ان انا اعمل لها ارشاد انه والله لو حسيت بكذا وكذا وكذا بتلجأ للطب النفسي يبقى دي العوامل اللي بتقوي او بتزود احتمالية الاصابة بالاضطرابات النفسية تمام طيب هل الاضطرابات النفسية دي كلها حاجة واحدة او الاكتئاب ما بعد الولادة الدك ده كله على بعضه حاجة واحدة الحقيقة انه لا الحقيقة انه علماء النفس او الاطباء النفسيين قسموا الاضطرابات النفسية لتلت درجات تلت درجات من حيث الخطورة او من حيث الشدة درجة خفيفة ومتوسطة ودرجة شديدة جدا نقدر نقول اول درجة وهي الدرجة الخفيفة اللي بتحصل لستات كتير اسمها بوست بارتن بلو او كآبة ما بعد الولادة هي مجرد كآبة ما نقدرش نقول انها كتآب ما نقدرش نقول انها اضطراب عنيف ولكن هي كآبة كآبة مع تغير الهرمونات والمسئولية الجديدة وبكاء الطفل وبالذات لو هي ام جديدة ومعندهاش خبرة بيحصل لها حالة من الكآبة من الحزن من الاضطراب من الزعل بتبقى عبارة عن ايه كآبة ما بعد الولادة الاول هي الاكثر انتشارا 10% من الستات بيمر بيها نسبة كبيرة يعني واحدة من كل 10 ستات بتمر بيها الحقيقة انه ساعات الناس بتستغرب بتقولها طب انت والدة وربناك قرامك ومعاكي بيبي جميل ليه زعلانة ليه حزينة ليه بيطعياتي يا جماعة لازم تفهموا طبيعة الموضوع تمام بيبقى فيه قلق بيبقى فيه توطر بيبقى فيه نوبات من البوكاء الست اللي والدة فجأة بتحسي انها حزينة عملت عايض باستمرار بيبقى فيه اطرابات في الاكل اطرابات في النوم طبعا وجود الطفل معها مسئولية الطفل عليها لو معها اكتر من طفل المسئوليات الكتيرة دي بتضغطها نفسيا اكتر كمان مع ال agطرابات اللي جوه جسمها بيبقى فيه عوامل خارجية بتضغط عليها وهي ال agطرابات اللي جوه نوعا ما. بيبدأ يظهر بعد الولادة بفترة بسيطة من يومين لثلاثة ممكن يظهر. بيستمر من اسبوع لاسبوعين. السيطرة عليه مش امر صعب ولا حاجة طالما ما فيش اعراض اكتر من كده. الموضوع كله مش محتاج علاج نفسي ولا حاجة محتاج بس ان يبقى فيه تكاتف من الناس اللي حواليها. ما يعلقوش عليها تعليقات سلبية ولا حاجة. ما يعلقوش على البيبي تعليقات سلبية ولا حاجة. يحاولوا يساعدوها يشيلوا البيبي عنها شوية يسيبوها تنام اكتر. يشجعوها تاكل اكتر. يجيبوها الاكل اللي بتحبوه. الفترة دي بتكون فترة حارجة يرضوها ومحدش يزعلها ويعملو لها دعم نفسي. يقفوا معاها. يساعدوها يعلموها الرضاعة الطبيعية. يقولو لها قد ايه هي ام كويسة. كلمات تشجيعية وتحفيزية بتتخطى ان شاء الله فترة الكآبة دي وبتمر منها بسلام وبتبقى ام سعيدة وكويسة وتمام بس بتفضل اطرابات النوم. مع الطفل الجديد اطرابات النوم ما تفضل ما تقلقيش تمام? طيب النوع التاني وهو بيكون يعني اخطر شوية او اعراضه اتقل شوية وهو اكتئاب ما بعد الولادة وده اللي واخد شهرة واسعة اكتئاب ما بعد الولادة تمام? الاكتئاب بيبقى فيه الاعراض السابقة اللي احنا قلناها دي ممكن يتأخر في الظهور شوية يعني ممكن مش يظهر في اول ايام لأ ممكن يعد اسابيع اسبوع او اكتر على ما يظهر. اكتئاب ما بعد الولادة فيه نفس الاعراض السابقة دي القلق والتوتر والنبات والبكاء والتغيرات السلوكية والحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي ولكن بقى فيه اعراض زيادة. اعراض زيادة زي ايه? زي ما قلتلكم بقى فيه نبات عنيفة من البكاء ببقى فيه نبات من الهياج فجأة الست بتبدأ ممكن تقصر الحاجات تبدأ تزعق وتسرخ في الناس بتسرخ بدون سبب وده على عكس طبيعتها يعني بتبقى البنت هادية جدا وشخصية رئيئة وجميلة فجأة بنلاقيها بتسرخ وتقصر وتعمل ده من علامات الاكتئاب بتاعها بعد الولادة. بنلاقيها فيها ميل العزلة ميل العزلة يعني بعد ما الناس مثلا جايات زورها او كزا لأ بتطف النور مش عايز اشوف حد يا جماعة. بتحاول تنسحب من الناس. مش عايز تتكلم مع الناس. مش عايز ضد الطفل. بتكون حاسة انها ام سيئة عشان هي حاسة ده. مش عايزة تشيل الطفل فيه امها بترفض تشيل الطفل فيه امها بترفض تردع الطفل مش عايزة تردعه. مش طيقة تشيله مش طيقة تردعه. بتوعب تسرخ مش عايزة تشوفه حاجات زي كده للأسف يعني والاحساس السلبي ده ممكن يسبب حزن للام واحساس بالخزي والعار. يعني هي حاسة من جواها من اعمق نفسها ان الطفل ده سبب قلقها سبب اللي طراحتها سبب مشاكلها. حاسة من جواها احساس سلبي نحية الطفل. احيانا حتى مش بتعبر عن احساسها ده. بتكون مكسوفة وخجلانة من نفسها قد ايه انا ام سيئة قد ايه انا مش قادرة حس بابني مش قادرة حب بابني اه وبتكون طبعا مريض الاكتئاب دايما بيحمل نفسه يعني ما لا طاقة له به يعني دايما مريض الاكتئاب عموما بيقعد يقول لنفسه انا انسان وحش انا شخص وحش انا مانيش لازمة انا فاشل انا كذا فهي بتعود تحمل نفسها ده انا ام وحشة انا ام فاشلة انا مش قادرة احب ابني مش قادرة ارعى ابني مش قادرة اخد بابني منه دايما بتعود تخاطب نفسها بطريقة سلبية. اخر حاجة من اعراض الاكتئاب هو محاولة ازيط النفس او لا قدر الله الانتحار والكلام ده بتكون بتعود ساعة تتكلم بطريقة عدمية شوية اللي هو او طريقة سودوية الحياة ملهاش لازمة ياريت نموت بقى ياريت نموت ونخلص حاجات شبه كده دي كلها اعراض اكتئاب ان هي بتكون معزولة وعدمية وبتكلم بنظرة سودوية وبتكون حزينة تمام ده كله اعراض اكتئاب ما بعد الولادة تمام طيب اكتئاب ما بعد الولادة ده ايه الحل بتاعه الحياة زي ما قلت لكم ان هو شدته متوسطة في الاضطرابات النفسية يعني مش شديد قوي وفي نفس الوقت مش ضعيف يعني محتاج تدخل نفسي او محتاج علاج نفسي احنا بنكون طبعا بنوفر لها الدعم وبنساعدها نفس الكلام اللي فات بنساعدها و بنعلمها الرضاعة علي قد دايما تكون ايجابية عليها وعلى الطفل بنقول لها ان انت ام كويسة بنتكلم معها في حوار مفتوح لو احنا ناس عندنا ثقافة عن الموضوع ده انو الاضطرابات النفسية دي بتحصل فعلا بعد الولادة وان احنا عزرينك وفاهمين ده ومخينا كبير فاهمين ان انت المسؤوليات الجديدة والهرمونات اللي عمالها تضطرب في جسمك دي هي اللي مساببالك الحالة دي وان احنا هنساعدك ونقف معاك لغاية ما تقدريت تقومي بمهمك كأم تمام الحاجة التانية بنحجز معاد مع طبيب نفسي بنشوف بنسأل ونشوف معاد مع طبيب نفسي بتتكلم معاه ممكن تحتاج بعض الادوية علشان تسيطر على الاكتئاب لو الاكتئاب شديد بتتكلم مع الدكتور النفسي بتاعها وبنستشيره ونشوف الحالة بالزبط تمام ولكن هي زي ما قلتلكم الاكتئاب بتاعها بعد الولادة لازم استشارة طبيب نفسي ما ينفعش مش كفاية بس الدعم ولا حاجة طبعا بدأت تتكلم بطريقة عدمية وبدأت تعزل نفسها والحاجات دي لا لازم استشارة طبيب نفسي يساعدنا عشان الحالة ما تتطورش عن كده نيجي بقى لتالت حاجة والحقيقة ان هي حاجة خطيرة وحزينة شوية محزنة وللأسف رغب قلت اللي تحدثها اللي ان هي اكتر واحدة بتسبب المشاكل وهي زهان ما بعد الولادة او البوست برطام سايكوزيس تمام الاسم ممكن يكون غريب شوية ومش متداول زي اكتئاب ما بعد الولادة لكن زهان ما بعد الولادة ده هو اخطر حاجة ممكن تحصل من الاضطرابات النفسية هو اللي احنا بنسمع عنها الحوادث بتاع الام اللي مش عارفة لقدر الله بتحاول تضر نفسها او تضر ابنها الحوادث دي كلها من زهان ما بعد الولادة بيحصل بنسبة واحد لكله خمسمائة حالة يعني اتنين في الالف يعني ستة في كله خمسمائة ستة والدين في ستة بيحصل لها البوست برطام سايكوزيس او زهان ما بعد الولادة هي نسبة زي ما قلتلكم قليلة بس هي اللي بتعمل المصايب كلها تمام ازاي بقى الكلام ده بيكون فيها نفس الاعراض اطرابات الاكل والنوم والحزن والعياط والكلام اللي احنا قلناه السابق ده كله والاحساس بالعدمية وبعدم الاهمية والاحساس انها مش قادرة طرعي الطفل ومش حبة طرعي الطفل بيبقى فيه حاجات بقى زيادة الحاجات الزيادة دي تخوفنا ودي يعني زي ما بنقول ضق احمر كده بيضرب اللي هو يا جماعة احذروا فيه حاجات خطيرة بتحصل زي ايه الهلاوس والضللات الستة بتبدأ تقول حاجات مش موجودة مش حقيقة انا شايفة كذا انتو بتعملوا كذا انتو بتحاولوا تقذوني كذا انتو بتحاولوا تضربوني انتو بتحاولوا تعملوني لو الستة بتقول هلاوس وضللات لا نحذر نصحة الموضوع ده خطير زي ما بيقوله ريد فلاج يعني حاجة كده اشهرة حمرة يا جماعة اخدوا بالكم الستة بتقول حاجات مش موجودة الستة بيتهيأ لا حاجات اصحوا شوية تمام بتبدأ انها الهلاوس دي احيانا كتير بتكون مرتبطة بالطفل نفسه يعني ايه يعني من ضمن الحاجات المعتادة اللي اسمعناها كتير في الحالات اللي زي دي ان الام تقول ده الطفل ده مش ابني ده بدلوه في الحضانة حتى لو هي الوحدة اللي والده في اليوم ده تقولك لا ده بدلوه المستشفى ولاد اللذين ابدلوه او مثلا الطفل ده دعيان هو الطفل ده مش سليم دعيان يا جماعة ده ده شايفين ده مش بيرضع ده مش بياكل ده تعباء ده كذا ده الطفل ده كذا بتتكلم بشكل مريب عن الطفل وبتقول حاجات مش حقيقية تمام الضلالات دي زي ما قلت لكم تخص الطفل اكتر حاجة ممكن تخصها هي كمان يا شايفة ده انتوا عايزين تأذوني ده انتوا عايزين تخطفوا ابني ده تبدأ تتعمل حاجات وتصرفات غريبة على عكس طبيعتها تمام بيبقى فيه نوبات هياج عنيفة اعنف من المراحل اللي قبل كده او من مرحلات الاكتئاب بتبدأ تقصر وتدربك وتعمل الكلام ده كله غير سلوكها العادي يعني زي ما قلت لكم بتكون البنت كيوت وامر وزي الفل فجأة بيجي لها النوبات الهاياج دي بيكون عندها افكار غريبة نحية الطفل محاولات للازاء بترفو التردعو بترفو الترعيه بيكون ساعات ممكن لا قدر الله لا قدر الله تحاول تأذي الطفل وشفناها كتير الحقيقة ودي من الحاجات المحزنة جدا لو التدخل في الحالة دي تأخر الامة ممكن تحاول تأذي الطفل وممكن تحاول كمان تأذي نفسها يعني لا قدر الله لا قدر الله في امات بتحاول محاولات انت حار سمعنا عنها كتير وشفناها كتير وشفت حالات منها محاولات لازاء الطفل او التخلص منه لا قدر الله لا قدر الله يا جماعة يعني من الحاجات اللي التأخر فيها ضريبته غالية جدا 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 التأخر في استشارة الطبيب التأخر ان احنا نلحق الامة دي الضريبة بتاعته عالية جدا جدا طيب إيه الحل بقى؟ خلاص إحنا لقينا الحالة لوالدة معنا أو قريبتنا لوالدة أو صاحبتنا لوالدة عندها الحاجات دي وبضللات وكل الكلام اللي إحنا قلناه دي إيه الحال؟ أول حاجة افصل الطفل عنها فورا الأم دي يا جماعة لا دا يا دكتور دا هيرضع هيرضع مني؟ افصل الطفل فورا الأم دي مش دريانة بنفسها وممكن تقصي الطفل يا جماعة افصل الطفل فورا دلوقتي حالا أم خد الطفل الطفل ده مينفعش يقعد معاه ابدا بدل ما تندم تاني حاجة بتتصل بمكان نفسي او مركز نفسي بتنسق معاه بتروحه وتكشفه عليها فورا برضو الموضوع ده مش مثلا ايها نروح الاسبوع الجاي اصحنا عم نحجز معاه لا دي طوارئ دي حالة طرقة الست عندها ضلالات الست ممكن تأذي نفسها ممكن لو استنينا البقرة الست تتموت نفسها ولا تأذي نفسها تمام فاحنا بنبدأ نستشير الطبيب النفسي فورا ونفصل الطفل عن الام دي فورا تمام اتمنى اكون لميت النقاط كلها زي ما قلتلكم احنا عندنا الكئابة ما بعد الولادة دي مش محتاجة استشارة نفسية قوي محتاجة بس دعم من العيلة اللي لو الام طلبت استشارة نفسية لا بأس يعني مفيش مشكلة اكتئاب ما بعد الولادة ده محتاج استشارة نفسية بس احنا مش مستعجلين ولا متلهوجين يعني عادي زهن ما بعد الولادة محتاج استشارة فورية وفصل فوري للطفل عن امه تمام في الاخر الحياة ده انا عايزة اقول نصيحة واقول كلمة وجه كلمة كلمة للام وكلمة للأب وكلمة للمجتمع ككل يعني اتمنى بس كلمة يبقى خفيفة على قلبك اول حاجة كلمة للام يا ست الكل اطلوب الدعم والمساعدة انت مش قادرة مثلا حسن انك تعبانة مجهدة مش قادرة تاخد بالك او من الطفل مش قادرة ان انت تاخد بالك من باقية اخوات وحسن المسئوليات ضغطة عليك بعد الولادة ممكن تطلوب الدعم من اللي حواليك بدل ما الدنيا تتدهور والحالة تتدهور طيب احب اقولك كمان يا ست الكل ما انت هشعرش بالخزي والعار لو حسيتي بقى حسيس سلبيان حيط طفلك بعد الولادة دي حاجة مش بيديكي الاكتئاب والزهن والحاجات دي امراض نفسية زي الامراض العضوية بالضبط اكيد مش هتحس بالعار لو انت عندك الضغط لو انت عندك السكر مش هتحس بالعار فارجوكي ما تحسيش بالعار ولا حاجة صارح حد يكون بيفهم ومتفتح في العيلة مثلا والدتك اختك زوجك لو هو متفتح وبيفهم بحسيسك دي وبانك محتاجة استشارة نفسية اطلوب العرض على الطبيب النفسي لو انت حاسة ان انت مش بخير مش كويسة عندك افكار في دماغك مش كويسة قولهم يا جماعة انا محتاجة ازور الطبيب النفسي بكل ثقاف نفسك عادي خالص وخليكي يعني الافضل ان انت تتعالجي بدل ما الدنيا تتدهور لو انت حاسة انك مش على ما يرام روح للطبيب النفسي ارجوكي ارجوكي روح للطبيب النفسي اعز اوجه كلمة كمان للأب والقرايب والصحاب والناس اللي بيروحوا للستة الوالدة ووحماتها وم بيتها والناس كلها اعزاكوا تفهم يا جماعة التغيرات اللي بتمروا بيها الست تغيرات عنيفة منها حاجات كتير بتحصل غصب عنها تصرفاتها احيانا بتكون هي مش مسؤولة عنها او طبعا في الزهن هي مش مسؤولة عن تصرفاتها لكن حتى في الحاجات الاخف بتكون في حاجات ضغطة عليها ارجوكم بالراحة عليها حاولوا انتو تحتوها تتفهموا الموضوع قدموا لها الدعم قدموا لها المساعدة ساعدوها في رعاية الطفل ساعدوها في رضاعته ساعدوها في كل حاجة بلاش تعليقات سلبية للأسف احنا عندنا عادة غريبة ومش لقيلها ايه تفسير يجو زور الطفل الجديد ايه ده الود رفيع كده ليه الود صغير شبه الفار كده ليه ايه ده هو سود كده ليه هو اقرع كده ليه هو شكله عامل كده ليه انتقادات لشكل الطفل وطبيعة الطفل والحجم الطفل او انت لبمك خفيف ليه او انت نايمة ليه ما تقومي تعاضي ما تقومي تجري احنا ولدنا وامنا جرينا دايما بيحسسوا الأم بالفشل وبيحسسوها بان الطفل وحش بيحسسوها انه هي أم فشلة انها ست ضعيفة ومش قادرة تولد ان الطفل وحش ان الطفل شكل وحش ايه ده مش طالع عبيض زيك ليه طالع السود لي مين طالع مش عارفة ايه المين فدايما بيقعدوا يعني يبستفوا فيها كده ويحسزوها ان هي وحشة وان ابنها وحش يا جماعة التعليقات دي تأثيرها سلبي جدا جدا على الام للأسف يعني مش عايز احكي حالات مؤسفة من اللي احنا شفناها كان فيه ام ولد الطفل عنده شفة ارنبية شفة ارنبية بتصلح بعملية بس بيكون شكلها في الوش فبيكون يعني تأثيرها النفسي وحش شوية على العيلة فضلوا ان هم كل اللي يشوفها على مدار اسبوع يبستفوا فيها يبستفوا فيها والطفل ده شكله عامل كده ليه ويخيه ومش عارف ايه وحاجات شبه كده لدرجة انه الام تخلصت من الطفل للأسف يعني ربنا يا عافينا يا رب يعني انا بقول الكلام ده لان التعليق سلبي انت بتقوله كده وانت مش واعي ولا داريان ممكن يخلي ينهي حياة الطفل يا جماعة اصحوا جديدة وتدمر الطفل تمام اه اه كمان بقول لهم يا جماعة اه روحوا بالبنت للطبيب النفسي لو لاحظتوا او بالست لو لاحظتوا عليها تغيرات يعني لو انت مثلا الزوج او انت الامة او كده ولاحظت ان بنتك مش كويسة وما طلبتش هي المساعدة يعني البنت مش كويسة بتعمل تصرفات غريبة او فيها اي اعراض من اللي فاتت ارجوكي كلموا الدكتور النفسي ارجوكي الحقي بنتك لان التمن هيبقى غالي اوي لو ملحي اتهاش وعايز اخيرا اوجه كلمة للمجتمع كله لكل الناس اللي بتسمعني المرض النفسي ده نرجو نشيل وصمة المرض النفسي عن الناس المرض النفسي زي المرض العضوي بالزرط زي الضغط زي السكر زي القلب زي الكلام ده هل اللي عنده الضغط ده احنا بنعمله وحش او بنحتقره او بنتعامل معه لانه هو مش طبيعي او كذا يا جماعة هي بتتعالج وبتبقى كويسة بتقلقوش العلاج بيجيب نتاكي حلوة جدا وبالمرض النفسي ده حاجة خارجة عن ارادة الانسان وحاجة يعني اقول لكم ايه بس حاجة يعني محتاجة دعم ومساعدة مش محتاجة احتقار وتجنب اتمنى الفيديو يكون افادكم اتمنى السلامة لكل ام جديدة معلش لو صوتي معمول عندي جنوب امفية شوية اعذروني بقى سامحوني صوتي مكتوم شوية اتمنى الدعم النفسي يوصل لكل ام اتمنى كل ام تحتوها وتحفظوا عليها كل ام هي كنز وهي حاجة جميلة ساعدوها يا جماعة ولو عندها مشكلة ساعدوها تتخطاها شكرا لكم وشكرا لحسن متابعتكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته